طيب لما منيجي على الأزمة التي افتعلتها السعودية مع لبنان وهذا الضغط اللي بلش هو جزء من المعركة مع المقاومة بلبنان خلنحكي لأمره بصراحة جزء من المعركة مع المقاومة مش مع حزب الله كحزب الله مش مع حزب الله كحزب سياسي مع حزب الله كمقاومة بالتالي مع المقاومة مع مشروع المقاومة بلبنان وهني خلال كل السنوات الماضية بالحد الأدنى بدي يقول من 2006 بدي يش يقول من 2005 من 2006 السعودية هي بها المعركة قائمة وموجودة نحن منعرف الدورة السعودي في حرب تموز ومنعرف التحريض السعودي للإسرائيلي في حرب تموز من أجل أن يكمل حرب وهذا شيء موثق ومؤكد والأمريكان حكوا فيه بكتبهم ومذكراتهم لكن حرب تموز انتهت إلى غير ما اجتهت عليه السعودية وآخرون في العالم العربي وكملوا بعدين ومشكلتهم مع حلفائهم بلبنان الكل بيعرفوها مشكلتهم مع حلفائهم أنه بدهم حلفائهم يقاتلوا حزب الله ويعملوا حرب أهلية مع حزب الله ويخودوا قتال مع حزب الله لمصلحة مين؟ هل لمصلحة السعودية؟ لا لمصلحة إسرائيل لمصلحة الأمريكان لمصلحة المشروع الأمريكي الإسرائيلي بالمنطقة اللي السعودية عم تقدم فيه خدمات بأكثر من منطقة وأكثر من بلد وهي الحقيقة ولليوم ليش أن أطعوا أموالهم بالسنوات الأخيرة عن حلفائهم؟ ليش عم يتعاطوا مع كثير من حلفائهم بهذا المستوى من الإهانة بهذا المستوى من الإذلال ما بدي أحكي تفاصيل اللبنانيين بيعرفوهم؟ لماذا لم يقدموا لحلفائهم ولجماهير حلفائهم أي مساعدة خلال السنوات الماضية؟ مسعودية بتقدر تغرق لبنان بالبنزين وبالمزوت وبالفيول وبالمال وبالفلوس ومشاريع الخير من مملكة الخير ولكنها لم تفعل ذلك لأنه بدأ ثمن الثمن هو حرب أهلية طيب الموجودين بلبنان صنفين حتى نحسن الظن يا عن جد ما بدوا نحرب أهلية يا مش قادرين يعملوا حرب أهلية صنفين يا عن جد مش قادرين يعملوا حرب أهلية يا عن جد ما بدوا نحرب أهلية وهي مشكلة السعودية مع حلفاء بلبنان فضاقت بهم ذرعا وضاقت صدرها منهم ومنا ومن الجميع فراحت على هاي الأزمة المفتعة هاي الأزمة هي استمرار لمعركة قائمة منذ حرب تموز 2006 وبتاخد أشكال مختلفة وعناوين مختلفة مرة حرب إسرائيلية مرة تحريط طائفي وفتنوي مرة دفع باتجاه الحرب الأهلية مثل ما كان عم يشتغل السبهان بال2017 ولما اعتقلوا رئيس الوزراء السابق شيخ سعاد الحريري وهلأ اليوم بدأ شكل من أشكال الحرب طيب ما هي الحجة بعدين لما طلع بيان وزارة الخارجية السعودية وطلع وزير الخارجية السعودية كمان يحكي بالموضوع قال حزب الله طيب شو مشكلتك مع حزب الله قال حجتين أساسيتين الباقي كله يحوم يدور حول هتين حجتين الحجة الأولى هيمنت حزب الله على لبنان فلذلك نحن عنا مشكلة مع لبنان لأن حزب الله يهيمن على الدولة في لبنان والسعود من خلال هاي الإجراءات يريد تحرير الدولة اللبنانية من هيمنة حزب الله هذا واحد وهذا طبعا بيان الخارجية مش شغالين عليه الأدوات الأدوات السياسية والإعلامية اللبنانية والسعودية والخليجية مكملين على هذا العنوان بيرجعلوا والعنوان الثاني اليمن طيب كمان على سبيل توضيح الحقائق والوقائع حتى نكون على بيّن وبصير مما يجري معنا وحولنا نجي بموضوع دعوة الهيمنة على لبنان هلأ نحن اللبنانيين عايشين بالبلاد بعتقد أي لبناني منصف بيعرف أن هذا حكي فاضي سواء قاله السعودي أو قاله لبناني أو قاله أمريكي أو قاله أي أحد الكلب لبناني بيعرفوا أن حزب الله لا يهيمن على الدولة اللبنانية وأنا بالحقيقة كتبت بعض المصادق مضطر أن نحكيها بس لأقول أنه لما بدي أنا أدب شواهد واستدل على أن حزب الله لا يهيمن على الدولة اللبنانية بشعر بالخجل وبتضيع الوقت أنه نحن عم نناقش فكرة سخيفة بهذا المستوى وطبعا لها ما هو أسخف منها اليوم النقاط عم يقعوا عندي ما يعرف لي واللي أسخف منها هي فكرة الاحتلال الإيراني للبنان على كل شي بحكي عن هيمنة حزب الله يلحقوا الاحتلال الإيراني طيب بالتوصيف الواقعي بلبنان نحن لا ننكر أننا جهة مؤثرة نحن جهة مؤثرة لأننا وجود بمجلس النواب وأننا وجود بالحكومة وأننا علاقات مع الكتل النيابية ومع الأحزاب ومع الرئاسات نعم نحن جهة مؤثرة ونحن على الزمان كنت أنا تواضع أقول من أكبر الأحزاب اللبنانية يتحملون أصدقائنا وخصومنا نحن أكبر حزب في لبنان على المستوى السياسي على المستوى الهياكل التنظيمية على المستوى الجماهير الشعبية معلش ألا لأنه نحن في دائرة المحاجة لكن نحن مش مهيمنين على البلد نحن عندنا تأثير وغيرنا عنده تأثير وسابعا قلت برجع أقول غيرنا عنده تأثير أكبر من تأثيرنا في الدولة عنده تأثير أكبر من تأثيرنا في القضاء اللبناني وبالجيش اللبناني وبقوى الأمن اللبناني وبالإدارة اللبنانية أكبر من تأثيرنا ما بدي يقول نحن تأثيرنا مصاوي الآخرين لا آخرون تأثيرهم أكبر من تأثيرنا